السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قمنا في الفيديوهات السابقة وقمنا في الفيديوهات السابقة بإنشاء الكونتكسط وأيضا بإنشاء البروفيدر الآن بقي لنا شيء واحد وهو الكونسيومر ومن خلاله سنستطيع أن نقوم بالوصول إلى هذه الديتا أو بدأ في استخدام هذه الديتا التي يوفرها لنا البروفيدر الآن الكونسيومر أيضا هو عبارة عن react component موجود في الكونتكسط object ونفقط نغير هذا الاسم نتركه capital بهذا الشكل أحسن وأيضا نقوم بعمل له export لأننا سنحتاجه لاحقا يعني عندما كنا نستخدمه هنا لم نكن بحاجة إلى عمل export لكن بما أن الكونتكسط object يوفر أيضا لنا الكونسيومر والكونسيومر سوف نقوم باستخدامه في مكان مغاير بهذا الفايل هنا فأكيد سنحتاج أن نقوم بعمله export وimport إذن بهذا الشكل نترك كل شيء كما هو هنا هذه هنا فقط على الكونتر هذه أيضا نقوم بعملها حاليا comment بهذا الشكل حتى لا يكون لدينا أي مشكل هذه أيضا بهذا الشكل الآن نريد أن نقوم بإستخدام إذن ما يوفره لنا الكونتكسط هنا أو البروفيدر هنا كل من الكاونتر الانكريس كاونتر الديكريس كاونتر هنا في هذا الكاونتر كمبوننت كما قلنا لو نعودنا على لو نعودنا على البروفيدر أو الكاونتر كونتكسط بروفيدر إذن هو يقوم بعمل لنا وراب أو لدينا كمبوننت اسمه بروفيدر موجود هنا في الكونتكسط أو أوبجيكت إذن يجب أن يحتوي لنا على الكونبوننت التي نريد أن نقوم باستخدامها أو التي ستستطيع أن تقوم بعمل كونسيوم لما يوفره لنا البروفيدر إذن سنحتاج أن نتيحنا على الاب.js هذا هو الكاونتر إذن البروفيدر أو الكاونتر يجب أن يكون بداخل البروفيدر إذن سنقوم باستدعاء البروفيدر هنا إذن نقوم بعمل import في الكاونتر كونتكسط بروفيدر from إذن سنتيحنا على مجلد الكونتكسط ونتيحنا على الكاونتر كونتكسط بهذا الشكل إذن هنا سنستخدم الكاونتر كونتكسط بروفيدر وسنجعل الكاونتر هنا بداخل البروفيدر بهذا هنا سابقا كنا بعمل props.children إذن الآن هذا المكوين كاونتر إذن هو children بداخل هذا الكونبونت أيضا الذي هو البروفيدر إذن الآن الكاونتر سيستطيع أن يصل لما سيوفره لنا البروفيدر كيف ذلك سنستخدم كونبونت آخر وهو الكونسيومر إذن الآن سنحتاج أن ننتقل على الكاونتر إذن كما قلنا أن الكونسيومر سيوفره لنا الكونتكسط أوبجيكت إذن نحن لدينا هذا هو الكونتكسط أوبجيكت بهذا نقوم هنا بعمله export حتى نستطيع هنا أن نقوم بعمله import إذن from ونذهب على المجلد كونتكسط وأيضا كاونتر كونتكسط بهذا الشكل سنحتاج النات هنا ونستخدم الكاونتر كونتكسط دوت كونسيومر بالشكل إذن هنا ستكون لدينا الديتا أو الستايت ستكون لدينا الفاليو التي يوفرها لنا هذا البروفيدر إذن هذه الفاليو التي نحن نريد أن نقوم بالوصول إليها إذن ستكون هنا الفاليو وسيكون أيضا لدينا return هذا المحتوى الموجود هنا إذن بهذا الشكل وعلى هنا سيكون لدينا value dot counter ويقوم بعمل run 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 server run server نقوم بالوصول إليها لدينا على localhost 3000 إذن نلاحظ لدينا هنا counter value is 0 ممكن ممكن نستخدم هذه الطريقة وممكن نستخدم طريقة أخرى ويقوم بعمل destruct مباشرة ونستخرج الأشياء إذن سيكون لدينا counter سيكون لدينا أيضا increase counter وسيكون لدينا decrease counter نرجع الآن هنا على هذه buttons إذن هنا on click سنقوم باستدعاء increase وهنا سنقوم باستدعاء decrease save leverage نقوم بعمل المشكل value is not defined إذن هنا مباشرة نستخدم counter إذن نجرب الآن نقوم بعمل increase و decrease نلاحظ هل نزالت الفنكشناليتي استعمال أم لا إذن هنا يتم عمل لنا increase وهنا يتم عمل لنا decrease إذن بهذا الشكل قمنا بإنشاء context قمنا بعمل provide لما سيوفره لنا context وإيضا قمنا بعمل consume في هذا context هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الشرح نلتقي في في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا